لما بيتقدم له 26 مليار دولار 26 مليار دولار حتى تعوضوا على الخسائر وعامل جسر جوي بين أمريكا وبين تل أبيب وبين حيفا إنه أسلحة وذخائر جديدة وقبب حديدية فشلت القبب الحديدية وفشلت المركبة وفشلت كل المدرعات الإسرائيلية هاي قدائف الياسين على اسم الشهيد اللي هو الشيخ ياسين هذه القدائف يعني دمرت كل الأسلحة الإسرائيلية الحديثة وأبطلتها كليا أبو عبيدة طالب بتفعيل الساحات وتصعيدها والساحات مولعة مولعة اليوم في هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان وهذا الهجوم أجا بعد ما قصفوا المقامة الإسلامية بقيادة حزب الله قصفت العمق الإسرائيلي بصواريخ كاتيوشا اليوم كاتيوشا بكرة حتكون صواريخ دقيقة يعني المسألة بالتدريج وحالة إسرائيل فقدوا وعدهم في عقلهم الجيش الإسرائيلي بسبب هذا القصف وكمان كتائب القسام قبل يومين قصفت الشمال الجليل بعشرين صاروخا وهذا يعني كان يعني لفتة قوية جدا فأبو عبيدة لما بيطالب الساحات بينها تصاعد فورا فيه استجابة وفيه المقاومة الإسلامية في العراق شغالة وبتقصف القواعد الأمريكية وبتقصف الأمريكية في داخل العراق والأمريكية في سوريا كمان وقصفت عين العرب بمسيرة عين الأسد بمسيرة في العراق فالأمور ملعة أما اليمنيين فحدت ولا حرج الصواريخ اليمنية ما خلت سفينة إسرائيلية أو أمريكية تمر من البحر الأحمر ففيه الآن وحدة حال وحدة ساحات وفيه حقيقة أنه إذا بدأت حرب رفح أو معركة رفح هاي حتكون فعلا بداية النهاية للدولة الإسرائيلية أو للكيان الإسرائيلي فأنا في تقديري مش هيقدروا على رفح لا في أسبوعين ولا في سنتين ولا في شهرين ولا في شيء على الإطلاق إذا حتكون فيه يعني مواجهة غير عادية يعني أمريكا وأوروبا هاي اللي بتدعم أو اللي ما منعت هذا الاجتياح وهي بتعرف أنه رفح كل لحم ما فيه حوالي يعني مليون ونص مليون فلسطيني سواء نازح أو مقيم فيها طيب يعني إيش بتقوم كيف تنتصروا على إيش تنتصروا يعني هذا بده يصير ولن تعثروا على السنوار السنوار ممكن يكون تحت سدروت قاعد في النفق هذيك اليوم الإسرائيلي اتشفوا أنفاق تحت الحدود وواصل للعمق الإسرائيلي كمان ممكن تكون في سينا ممكن يكون في أي مكان مش هتوصل للسنوار لو بتكو توصلوا له وصلتوله عملكم كابوس عملكم عقدة مش هتوصلوا له هذه المسألة الأساسية فالرفح في استعداد لرفح في استعداد فيها قوي جدا والشعب مستنفر كله طبعا يعني إيش بدي يعمل الشعب للأسف يعني العالم كله خذ أمناءنا في قطاع غزة كلهم الآن لكنهم يعني لن يبخلوا بالمقاومة ولن تخوفهم المقابر الجماعية ولن تخوفهم إقصف المستشفيات ولا حتى وقف الأغذية والجوع لبعاني القطاع القطاع سينتصر والله أشقاكم في قطاع غزة سينتصر والله سيؤدبوا الإسرائيليين